التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى محافظات الجمهورية بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئة الكرآن الكريم كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف بزيادة مكافآة المصابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالي مليوني يونيها والتي تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة وزعة من مختلف دول العالم وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاجتماع تناول عرض خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان الكريم وذلك من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية ومقارئة القرآن الكريم خلال الشهر الفضيل فضلا عن إسهام الوزارة في خدمة المجتمع من خلال المشروعات المجتمعية كالسقوق الأضاحي والإطعام وتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية كما تبع أيضا الرئيس السيسي نشاط هيئة الأوقاف وجهود تطويرها والتي انعكست على الزيادة المستمرة في إرادتها حيث تطورت إرادتها خلال عام 2022 إلى حوالي ملياري جنيه بالمقارنة بما يقرب من 600 مليون جنيه عام 2014 وجه الرئيس السيسي بالإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة الذي يوفر كافة سبل الحماية للفئة الأولى بالرعاية وشدد الرئيس السيسي خلال اجتماعه لمتابعة برامج حماية الفئة الأولى بالرعاية على أهمية قيام كافة الجهات المعنية من وزارات وجمعيات أهلية بتركيز جهودها على توفير كافة سبل الرعاية لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام وتعظيم قدراتهم وتنميتها وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم ووجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة حقوق الذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناحي الحياة وإطلق أيضا المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات مع ربطها شبكيا بكافة المؤسسات المعنية من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض جهود وزارة التضامن في رعاية الأسرية من خلال سلسلة برامج متكاملة تهدف إلى تعزيز قيمة الأسرة ودعم دورها ومساعدة كافة أفرادها على تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية الفئات الضعيفة في الأسرة من أيتام أو مسنين أو ذوي احتياجات خاصة يصدق بلو وزير الخارجية سامح شكري اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنتونيو تاياني والمقرر أن يعقد الجانبان جلسة مباحثات سنائية لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك يعقبها مؤتمر صحفي مشترك أعلنت سلطات دوناتسك مقتل شخص جراء قصف القوات الأوكرانية للمدينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأوضحت سلطات دوناتسك أن القوات الأوكرانية استهدفت المدينة وضواحيها بنحو 128 مقضوفا للإضافة إلى راجمات الصواريق مما ألحق أضرارا في الأمنية السكنية ومرافق البنية التحتية بالمدينة أعلنت وزارة العدل الأمريكية العثور على ستة وصائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ولاية ديلاوير وذكر محامي بايدن بوب باور أن وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها وأشر باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صدرت تعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس وتضف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى والتي سبق اكتشافها في مقر إقامة بايدن ومكتبه بعد انتهاء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما عام 2017 أعلن رئيس الوزراء النيوزيلاندي الجديد كريس هيبكنز أن تعيين كارمل سابلوني نائبا جديدا لرئيس الوزراء وأعلن هيبكنز تولي سابلوني منصب نائب رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بعد أن أكد حزب العمال الحاكم تعيينه خلفا لجاسيندا أردين كزعيم للحزب ورئيس للوزراء وذلك عقب استقالتها المفاجئة من منصبها نهاية مجزء التاسعة ونعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل